السلام عليكم كواتياتي ان شاء الله تكونوا بخير واليوم جيتكم بصفا نضيف زيت زيت 1-4 مغارف يجب ان يحمون جيداً الزيت خاصة يحمى حتى يغلي مليح ومن بعد هذا نمره إلى المرحلة الثانية أمر للمرحلة الثانية الماء يدعم بقليه على حسب الطاجين ومن معرفة الطاجين لجيب ان يكون على حسب الطاجين يجب ان يكون على حسب الطاجين تبلي ومتحل بطاة يجب أن تنقصه كثيراً 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 تنقصه كثيراً دائما يبدأ شوية ينقص دائما سوف يدير ما باقيهش بزاك وتطفو عليه وتخلوه يبرد ومبعد ديرو لعن الملح حانا عدتا نكمل عداء اندي لعن الملح ما لديش قبل طبقا كما تسمعو هادو اخر حبات رميين ما تخلوش تاين حرك لكم دونك هنيا ها هي الكرميات بسيبها الملح دونك شوفوا هنيا عندهم ما ياكلوا ياكلوا فلحشية ولا فلين ولا تفرجوا تليفزيون مام احنا وهو على باركم صحي ومليحة نصحب التيابات فوق الوغيجين ثاني مليح ومراهش يعني غالي واحد يدير في داره يعرف الزيت اللي يدير فيه ويعرف يعني الأشياء اللي يخدمهم في الدار احسن مليوح يشري هاداك اصابه كدير كيف شام يخدمون دوك ان شاء الله تنجحوا في الوصول ما هيش حاجة يعني اسهل ما يكون شو يازيت خليه يحمى بليح وتنجح لك العملية واتقوا في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شويا 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 شكرا